اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعزائنا المشاهدين اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الاسبوعي قلوب لا تخاف والحلقة العشرة لنا الاسبوع ده النهاردة بنعمة الرب هنتكلم على حلقة فعلا رب شديني بها قوي يمكن كان في ذهني حاجة تاني لكن روح الله فعلا يعني اثر فيه قوي اني لازم اتكلم في المجال ده لنفسي والاحباء المشاهدين الحلقة بتاعتنا النهاردة بعنوان طلبته فما وجدته طلبته فما وجدته عنوان غريب مش كده كلنا عارفين ان الرب رهن اشارتنا كلنا عارفين ان احنا اول ما بنصلي على طول بيسمعنا عارفين ان هو بيقول اطلبه تجده اقرعه يفتح لكم ازاي في وقت من الاوقات عروس النشيد بتقول طلبته فما وجدته دعوته فما اجابني حاجة صعبة حاجة صعبة صدقوني صعب قوي ان الوحدة الحبيب الغالي والعريس الغالي تدور عليه ما تلاقيهوش تنادي عليه ما يسمعهاش ويسيبها ويمشي طلبته فما وجدته عايزة ارجع بيكو احنا اتكلمنا عن شالوميث زوجة سليمان او المحبوبة اللي هو رآها كراعية غنم وقبل كده اتكلمنا في حلقة من الحلقات زين هو تنكر في صورة راعي وهي احبته وما كانتش تعرف ان هو ملك سليمان اغنى اغنياء الارض وهو ملك البلاد وتزوج بها ولما الملك تزوج بها مش هيعيش راعي مش هيفضل راعي زيها لكن هيعمل هي هياخدها هيطلعها فوق هيبتدي وصلها المملكة هيغير من وضعها بدل ما هي راعية غنم وبتمشي ورقة عان الغنم وبتقول ان شمس التجارب لوحتني وان انا سوداء كخيام قدار من الشمس اللي هي بتشتغل فيها على طول لكن اخدها الملك فعلا للقصر وصارت ملكة زوجة الملك وصار ليها مكانة عالية جدا شالوميث راعية الغنم فاللي حصل ان هي في مرة هو كان عايز يروح في النظام طبعا الملكي غير عندنا في الوضع الطبيعي اللي احنا بنعيش ويعني ان الزوج والزوجة في بيت واحد لكن ملك بيبقى له جناح والملكة لها جناح وكده فهو كان رايح علشان عايز يبلغها شيء على قلبه عايز يوصلها كلمة عايز يقولها لها فبيقول لها هنا في نشيد الانشاد اصحاح خمسة بيقول لها ايه بيقول لها في عدد اتنين هي بتقول انا نائمة وقلبي مستيقظ صوت حبيبي قارعا رح يخبط عليها افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي لان رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل واضح انه هو كان عمالي خبط عمالي نادي عليها وهي كانت ابتدت تدخل الفراش بتستعد للنوم وما خطرش على بالها ان الملك هي نادي عليها عايز يبلغها شيء على قلبه عايز يقولها حاجة معينة فهي بتحبه هي قلبها بينبض لما تشوفه بس المحبة فترت شوي المحبة وضعها ضعف شوي فراحت قالت له ايه قد خلعت ثوبي فكيف ألبسهم قد غسلت رجلي فكيف أوسخهم يعني انت جاي وانا مش عامل حسابي انت جاي لسه حقوم تاني اغير هدومي عشان اقابل الملك لسه حقوم تاني وانا يعني ظهر خدت شاور ولو تفر يعني لكن ولسه كده هنزله طيب ماشي وعلى مهلها وهو واقف وهو بينادي عليها وهو مستنيها ان هي تقوم وتفتح له لكن على مهلها على مهلها على الرغم من انها بتقول ايه انا نائمة وقلبي مستيقظ يعني هي برضو متوقعة ان هو هيجي لها بس تصوروا ان اول ما جيه على مهلها اه ما هو بيحبني ما هي متك لان هو بيحبها ويقول لها اني اطلق وندى الليل بل شعري افتحي افتحي يا حبيبتي افتحيلي عايزة بلغك حاجة عايزة اقولك حاجة معينة على ما هي فكرت تقوم وعلى اقل من مهلها وفكرت تجهز وفكرت تنزل عشان تفتح له هو مدي ايده من الكوة هي فكرة بيقول لها يلا انا مستعجل بتا افتحي لكن الظهر كان بيقول لها سلام باي انا ماشي حطت عطور وحطت مروا حاجات كده على اديها وجسمها علشان تقابل الملك بريحة حلوة وفتحت الباب عشان تنادي عليه لكن اتفاجئت انه كان ولا ومشى طلبته فما وجدته حبيبي ولا وعبر طب ليه ليه ما انت بتحبها ليه ما انت عايز تيجي تقول لها حاجة على قلبك عايز تبلغها ميسج عايز تحكي معاها عايز تشبع بصوتها عايز تتكلم ليها لانا استنيت كتير وناديت عليها كتير ورغم انه عارف انه بتحبني بس محبتها ليس كما كانت بالامس لو كانت محبتها كما كانت بالامس لأسرعت على عجلة وقامت وفتحت الباب واستقبلتني استقبال حافل كحبيبة لحبيبها لكن اللي حصل ان هي على مهلها وعلى مهلها وعلى مهلها وعلى مهلها لحد ما شور لها كده وهي فاكرها ان ايوة ما هو يستنى هو مش هيمشي ابدا هو بيحبني فعمره ما هيسيبني ويمشي عارفين كلنا ان شالوميث او عروس النشيد بتشير للكنيسة اللي هي جماعة المؤمنين المخلصين المفديين بدم يسوع وسليمان بيشير الى رب المجد ربنا يسوع المسيح الذي يأتي الى قلوبنا ويقرع الذي يأتي ويريد ان يتحادث معنا ويريد ان يقول هلما نتحاجج يقول الرب تعالوا نتكلم ان كانت خطياكم كالقرمز طبيض كالسلج ان كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف النقل بس تعالوا نتكلم تعالوا نحكي لكن اللي بيحصل ان انا لو سألت اي حد بتحب الرب طبعا طبعا ممكن يكون كان سارق سريقة ولو سألته بتحب الرب يقولك طبعا وفي حد محبش الرب هو ربنا في حد محبوش لا كلنا بنحب الرب بس مش كلنا بنراعي مشاعره زي ما هو بيحبنا وللأسف انا عايز اقولكم حاجة لو في خطيب بتقدم لخطيبة وعرض لها محبته ومشاعره وحب يرتبط بيها وبعدين هي اتكلت ان مشاعره حلوة وبيحبها جدا وما كانتش بتبدله بنفس المستوى بتاع المشاعر هيعمل ايه مشاعر بتاعته هتهبط وهتهبط وهتهبط بعدين حيضطر ان هو يفسغ الخطوبة ويمشي لان هي مقدرتش الحب العظيم اللي هو قد احبها به انا عايز اقول لحبيبنا المشاهدين وعايز اقول لنفسي قبليكم يريت نقدر الحب الرائع بتاع الرب يريت نقدر مشاعره الرقيقة جدا لما بيجي وينادي علينا لو انسان خاطي هينادي عليك عشان تتوب وحيقولك تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وانا اريحكم وهيقولك توبوا وارجعوا تمحى خطياكم وتأتي اوقات الفرج من عند الرب ان اعترفتم بخطياكم فهو امين وعادل حتى يغفر لكم خطياكم ويغفر لي خطيتي ويغفر لك خطيتك ويطهرك من كل اثم هو احبنا قبل ما احنا نحبه ونحن مفروض ان احنا نحبه لانه هو بادر بالحب اولا لانه هو احبنا اولا يقول عنه كده في يوحنة اذا كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى عارفين ايه هو المنتهى؟ صليب احبهم الى المنتهى اي حب اعظم من هذا؟ ان يضع احد نفسه لاجل احبه بيقول كتاب ربما لاجل الصالح يكسر احد ان يموت واحد كويس فممكن حد يموت بداله لكن الله بيّن محبته لنا از ونحن بعد خطات مات المسيح من اجلنا هي دي محبته طلبته فما وجدته احيانا الناس كتير بسمع الكلمة دي هو ربنا فين؟ هو فين من صراخي؟ هو فين من دموعي؟ هو فين من زفيري اليوم كله؟ هو فين وانا بصارع بين السماء والارض؟ هو فين؟ هو فين؟ بتدور عليه وبتدوري عليه على طول عارفة ليه؟ عارف ليه؟ بتدوري عليه عشان مشاكلك بتدور عليه علشان الضغوط اللي انت فيها عشان يحللك مشكلتك عشان يشفيك من مرضك عشان ينجح الولاد عشان يداخل في القضية عشان يوجد لي عمل صح؟ بندور عليه عشان كده لكن فيه في مرة فكرت تقول أنا هدور عليه لأنه هو سبق ودور عليها أنا هدور عليه لأنه هو أحبني أولا وأسلم نفسه لأجليه قدي بيصعب الرب عليه جدا مننا لما نبقى بنحبه لأجل عطايا فقط مش بنحبه عشان شخصه مش بنحبه علشان صليبه قدم أغلى شيء عنده دم المسيح المعروف سابقا من قبل تأسيس العالم دم طاهر دم زكي دم نقي الله بينا محبته لنا إذ ونحن بعد خطط مات المسيح لأجلنا ربي جاي يقرأ على قلبي على قلبك على قلبك ويقولك افتح لي يا أختي العروس افتح لي يا حبيبتي يا كاملتي لأن شعري وقصصي قد ابتلوا من ندى الليل ظهر كان فيه بخار شديد أو شور أو حاجة في شعره وهو واقف وبينادي عليها وبيخبط عليها افتحي 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 شعره ابتدى يتبل طر انه يمشي بس ايش عورك وانت ماشي أيها العريس اللي مفروض ان انت غالي على قلبها جدا اشعورك اكيد مكسور اكيد زعلان فيه في مرة جيت وقعدت معاه وقلت له انا بحبك عشان انت حبتني انا بحبك عشان دفعت تمن خطيتي انا بحبك لانك تطراء وتشفع فيا امام وجه الله الاب ليلا ونهارا بتيجي تقوله كده بتيجي تعبر عن حبك لي وتكون ممنون لصليبه ولمحبته بتطلبه لاجل حبه وبتقوله عايز احبك زي محبتني عايز اقدم لك قلبي وكياني هدية ليك ياللي لم تحوش نفسك عني لكن اعطيتني كل شيء بغنى حتى نفسك ادينا كل شيء لكن بنعز نفسنا عنه صحة ولا لأ انا حسأل كل مؤمن وكل مؤمنة اختبروا الرب الخاطي ليه وقفة إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون دي آية مفهاش فصال والرب قال كده لني قدموس ينبغي ان تولد من فوق لكن انا عايز اكلم المؤمن ياللي محبتك فترت ياللي متوقع ان طول النهار تقول يا رب يا رب وهو يقولك افتح طب عايز اتكلم معاك طب افتح عايز اشرح لك موقف طب افتح عايز أقولك ايه اللي انت تعمله عشان تدخل في علاقة حية معايا طب افتح على الشان عايز اقولك انا عايز استخدمك انا عايز حياتك الروحية فعلا تتقدم شوية انا عايز نقلق نقلات روحية واستخدمك مش هتفضل زي منت لست باردا ولا حارا شيء مؤسف إشعورك يا ربو أنت بتقول كده لو ابني محبته لي لهي فترة ولهي حمية حيكسر قلبي وأقول هو ده اللي تعبت فيه هو ده اللي ربيته هو ده اللي صرت عشانه ليالي ألاقي محبته باردة بهذا الشكل ربو ينادي عليك أيها الأخي المؤمن أيها الأخي المؤمنة التي اختبرت الرب من زمن بعيد والذي اختبرت الرب من زمن بعيد بيقولك افتح عايز أتكلم معك عايز أحكي معك أنا قدمت لك كل حاجة بس لي عندك شيء لست باردا ولا حارا لأنت كده ولا كده ذلك لأنك فاتر حدش فينا يقدر يشرب حاجة فترة صح؟ ما نحبهاش لما حد يقدم لي شاي ما قدرش يشربه فاتر ما ينفعش في حاجة اسمه آيستي فيه شاي سائع ممكن يشرب أوكي لكن لو حد قدم لي حاجة فترة دعا ما عملهوش معنا مش بقدر أشربها ليتك كنت باردا أو حارا ذلك لأنك فاتر عارفين أقول الباقي أنا مزمع أن أتقيأك من فمي بيتجرح قلبه أويه للمؤمنين اللي لهم فوق ولهم تقلل لنت خاطي هتبقى محتاج لفدى المسيح وخلاصه ولا أنت مؤمن مشرف لله العلي اللي دعي اسمك علي الله ادا لك اسمه الله ادا لك اسمه لو زوجة وزوجي اداها اسمه وقدمت له كل عدم محبة حيندم أنه في يوم من الأيام اداها اسمه طلبته فما وجدته دعوته فما أجابني كتير بسمع في التليفونات واحدة اتصلت بيا بتعيط وبتعيط وتقول لي أنا مش عارفة أنا خلاص أنا بخبط دماغي في الحد أنا وأنا وأنا طب استني طب نهدي من يومين ثلاثة كده لما بتدت تهدى وبتدت تحكي عرفت أن في حد في العيلة مضيقها وتقول لي ربنا بيعمل فيا كده ليه هو ربنا مستقصدني ليه هو أنا بس اللي في وشه هو 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 بتاع حبيبة قلبي اللهم لهوش زنب مش كل مشكلة نرميها على ربنا يا جماعة سامحوني في التعبير ده هو يسمحني مش هو الشماعة لنرمي عليها مشاكل الناس وأخطاء الناس واللي عملوه فيها الناس وخيامة الناس يا رب يا الله مش عايز الناس تعمل كده الله مش عايز حتى يعمل معنا كده لكن لو حد عمل كده الله حنوق يوقف ما أوقف معايا يا إما هيديني نعمة أنا أصفح وأغفر يا إما هيديني نعمة أنا أنسى يا إما هيقوي إيماني عشان ما هتمش وعدي الأمور بسلاسة وسلام فيه مئة حاجة هيتصرف فيها الله معاي أنا لكن مش معنى كده أن الله مستقصدني لا الله عمرهم بيستقصد حد بالعكس أنا نفسي ما تنطبقش الآية دي علي ولا عليك ولا عليك وفعلا تدوري عليه ما تلاقهوش وتدور عليه ما تلاقهوش لأن هو لما بيقرع الباب يقول أنا واقف على الباب وأقرع إن فتح خلي بالك إن إلهك نفسه عزيزة قوي هو بيلح عليك ويقولك تعالى إلي لكن في نفس الوقت لو أنت معبرتوش هيسيبك ويمشي بس لو مشي أنت الخسران والخسران والخسران لكن في آية حلوة تاني في أشعية 55 بتقول أطلب الرب مدام يوجد ادعوه وهو قريب طلبته فما وجدته لأنه مشي لكن هو بنفسه بيقول أطلب الرب مدام يوجد ادعوه فهو قريب ليترك الشرير طريقه ورقل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيخلصه وإلى إلهنا لأنه يكسر الغفران أطلب الرب إزاي دي تيجي ودي تيجي إزاي ولو مشي إزاي بعد كده طلبته فما وجدته لكن بيرجع ويقول أطلب الرب مدام يوجد ادعوه وهو قريب طب ليه قريب بيقول ليترك الشرير طريقه نمر واحد عشان يبقى قريب في شرط الشرط الأول ليترك الشرير طريقه ليتوب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكسر الغفران يبقى أطلب الرب لأنه يكسر أو يكسر الغفران جين مرة واحد عشان نطلب الرب عشان أي شيء في الدنيا ما قدرش أجي عنده إلا لما يبقى لي دل عليه ما قدرش أروح لأي شيء شخص يعني غريب وأطلب منه لو سمحت يا أخ فلاني أو أستاذ فلان أنا عايزك تعملي الخدمة دي والخدمة دي والخدمة دي وعايزك تشتريه للشيء الفلاني وعايزك تساعدني أروح للدكتور وعايزك وعايزك ما ليش دل عليه من هو هذا الشخص الذي أطلب منه لازم يكون شخص قريب وليه يدل عليه وإذا مش ليك دل عليه ومش ليك يدل عليه مش هينفع طلبي منه لأنه بكل أسف حيبتسم مش هعملك ولا حاجة لكن عشان تطلب من أبوك السماوي ينبغي أولا أن تطلب الغفران زي ما الكتاب قال أطلب الرب لأنه ليتوب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتوب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه لأنه يكثر الغفران فكر أنك تيجي الأول وتطلبه فكر أن أنت تيجي بدلة البنين وتقوله ارحمني أنا الخاطئ في مرة من المرات نقدمه استقدم إليه وقال له ماذا أفعل يا معلم لك أرث الحياة الأبدية ورب قال له أنت معلم إسرائيل ولست تفهم هذا ينبغي أن تولد من فوق ينبغي يعني حاول حاول نك تيجي حاول لا ينبغي لازم 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 ومن غير ما نولد من فوق لن نرى الحياة الأبدية قاله المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح كلنا تولدنا بالجسد لكن ينبغي أن نولد بالروح ينبغي أن نختبر خلاص الله في حياتنا لأنه يكثر الغفران بعد ما الرب هيكثر ليك الغفران هيبتدي يتفاعل معاك وابتدي يشكلك ويخليك إنقل الكرامة حلو لما لما الملك سليمان تزوج بشالوميث خلها تبقى ملكة وتصلح للمملكة وإحنا الرب بعد ما اشترانا بدمه خلانا نصلح للمملكة السماوية بتاعته نصلح للمملكة أبقى أنا جزء من المملكة وإنت جزء من المملكة بس عارف يزعل قوي قوي لو أنت جلبت العار على اسمه وتحسبت عليه ابن وما كنتش في الصورة اللائقة بيك ابن ده شيء مهيم لي جدا عارفين يا جماعة إن إحنا منظر للناس وليه الملائكة أنتو عارفين كده أنتو عارفين إن الملائكة في السماء بتتفرج علينا وبتشاور علينا بتقوله بص فلان بص فلان ابنك اللي دفعت فيه التمن بص بيعمل إيه بص بيضحك على أخوه إزاي بص بيراوغ إزاي بص عايز ياخد علاوة على حس أخوه بص بص إزاي بيظلم أخوه الغلبان بص لو ده ابنك شوف بيعمل إيه شوف هو مطنش الاجتماعات شوف الكتاب المؤدس بتاعه بيشيلوا التراب عليك ما بيفتحوش كل شهر مرة بص أنتم منظر عزيزي أنت منظر للناس وللملائكة عزيزتي أنت منظر وأنا منظر دايما نقوله أوعى يا رب تسمح أني أكسفك أوعى يا رب تسمح أني أخجلك مني وأكسر قلبك من جهتي أوعى يا رب أوعى أوعى يا رب لكن صغني إنقل الكرامة نافع للسيد ومستعد لكل عمل صالح أوعى تكون بتحرج الرب قدام الملائكة أوعى تكون بتكسفه قدام الناس مكتوب ليروا أعمالكم الحسنة ويمجد أباكم الذي في السماوات عزيزي خلي الناس لما تشوفك تمجد الله فيك أختي الحبيبة خلي الناس لما تشوفك تمجد الله فيك أوعى تكون عار على إلهك أوعى هتجرحه وعلى فكرة مش هيسيبك أوعى تفتكر إنه هيسيبك بالطريقة دي هيشتغل عليك لحد ما حيرجعك للصورة اللي هو عايزها حتى لو اضطر إنه يؤدبك حتى لو اضطروا نكسرك بس حيجيبك لأن أنت ابنه وما حدش ليه تقديب على ابنه إلا الأب أنا أقدر أب قد بولادي لكن ما قدرش أقد بولاد أختي ما ينفعش ما قدرش أقد بولاد أختي ما ينفعش ما حدش ليه تقديب إلا على أولاده بس لأن دول بتوعه دول ملكه دول حتة منه وإحنا حتة منه إحنا مقتنى دمه لشان كده خليك منظر للناس وللملائكة لكن في آية حلوة تانية قلنا أطلب الرب لأنه يكثر الغفران لكن أطلب الرب لأنه يريد أن يعطينا راحة ويعطي شفاء للإنسان عايز يديك شفاء وعايز يديك راحة عايز يديك بركة عايز يغير من حالك علشان يبتدي يتمجد معك علشان يبتدي يشغلك أصلا الله مش حيسيب مش حيسيب أولاد لي يعني زي ما بيقولوا كده ما لهمش لازمة مش حيسيبهم لكن الله عايزك تكون مثمر في المكان اللي انت فيه في الوسط اللي انت فيه في بيتك في الوسط في الاجتماع بتاعك في العمل في أي محيط لازم يرؤ أعمالك الحسنة لازم يعرفه أنك شخص مميز في كلامك مميز في أسلوبك مميز في كل تصرفاتك أنت إنسان مميز لأنك منسوب للمملكة السماوية من ساعة ما سلمت حياتك لرب وحياتك لرب أنت بتنتسب إليه فلو أنت حلو بينتسب إليه وبيرجع المجد ليه ولو أنت حياتك تكسف ولو أنت مش محصل خاطي ولا مؤمن فبتنسب الإحراج ليه برضو أوعى تكون بتكسر قلبه أوعى حيسيبك ويمشي صدقني وحتتعب لما تدور عليه عارفين عروس النشيد لما فتحت الباب وما لقتهوش وراحت تدور عليه وتنادي عليه بسكوها الحراس وضربوها وجرحوها بهدلوها ما كانوش عارف إن هي دي مرات الملك ماشي بتدور عليه بالليل طب ما كنتي فتحتي من الأول طب ما نادى عليك طب ما وقف لحد ما شاعره تبل من نادى الليل عمال يقولك افتحيلي عايز أقولك عايز أقولك عايز أقولك عايزش فيك عايز أغيرك عايز أبدل حالك عايزاش في نفسك المكسورة عايزاش في جروح لجواك عمال تقول أنا مجرح أنا مجروح أنا تعبان وكل ما حد يتكلمك تبتدي تفكر في زمان وتفكر في الجروح القديمة وإلى آخره وتبتدي تعيد وتزيد في اللي فات مش عايز تطلع من الدائرة اللي انت فيها مرح بتكلمني واحد ده بتبكي بوكا مر لأنها عايشة في دائرة خيال مش قادرة تطلع من الدائرة دي دائرة خيال ودائرة وهم إن هي هتمرت بكذا وهيجي لها كذا وهيحصل كذا وعيالها شكلهم كذا وانا وانا ومش قادرة تطلع من الدائرة دي وبتنتحب في البكا تبكي ليل وتبكي نهار جوز هيدخل تبكي أولادها حواليها الأطفال تبكي تبصي لهم أنا هموت واسموا وانا هموت وانا هيحصل لي أنا هيجيني أنا بتلع حبيبة قلبي إش عرفك إش عرفك إن ده هيحصل إش عرفك نحن لا نعلم ما يلد لنا الغد لكن إله الغد هو الذي سيعتني بالغد وسيحفظنا إلى أن يخوزنا إليه بسلام رب عايز يجي لك عشان يعالج أعماقك يعالج نفسيتك يعالج المرارة لجواك من جهة زوجتك ممكن من جهة زوجك ممكن من جهة صديق عزيز عليك خانك ممكن من جهة أخوك من جهة حد أخد الميراس بتاعك وظلمك ممكن بس رب بيقولك طب افتح لي طب افتح لي أنت شاطر إنك تيجي عنده وتسرخ وتقوله الحق عملوا في يا أخواتي عملوا في يا كذا وسووا في الحق سميلي عمل في الحق يا رب ولادي الحق يا وتيجي تقوله الحق 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 يا رب إيه ما عندي الشغل مش لاقي أعيش عليك ريدت علي فلوس عايز أدفع عايز عايز وتجري وتسيبه وخلصت عليك طب استر طب أصبر لما أرد عليك لو ابني يجي وطلب مني وقال لي ماما عايزين وعايزين 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 وفي المدرسة عايزين وفي الجامعة عايزين وواواوا ويجري ومشي ايه ده طب تعال استنى طب عايزة سألك عايزة أقولك امتى عايز الحاجة دي عايزة أحكي معاك عايزة أرد عليك اديني فرصة اللي بيحصل يا جماعة ان احنا بندخل قدام الرب حتى لما نيجي نصلي للأسف وبقول فعلا للأسف للأسف ان صلاطنا تسعين في المية منها طلبات قلمة قلمة نعد ونقول مع المرنم يجري حديثي معه سرا ولا رقيب قلمة لما نيجي قدامه نقوله احنا بنحبك كما احببتنا انا عايز أحبك يا رب زي ما بتحبني انا عايز كل يوم يشهد عن محبة جديدة لجلالك ومشاعر جديدة لجلالك وفعلا اتنقى واتطابق مع الصورة عينها عشان اكون مشابه لصورة ابنك انا عايزك يا رب تتصور فيا انا عايزة اشبهك بزبط انا عايز حتى لو ما اتكلمتش الناس تقول ده ابن لله في كل تصرفاتي في ماشي في لبسي في قلعي في حركاتي اشبهك اشبهك اتشبه بيك بوليس قالي كده لأعرفه كل ده يا بوليس كل الرسائل اللي كده بتاها لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه وتشبهها عايز عرفك كل يوم عايز عرفك اكتر عشان لو ما هعرفك اكتر حطاب الصورة بتاعتك اكتر حشبهك اكتر حياتي هتلمع اكتر عارف لو قعدت اسبوع ما قارتش كلمة الله وقعدت معي عشان نمو حياتك الروحية هتبص تلاقي كل يوم بتستنفذ منك طاقة روحية وكل يوم بتهبط حياتك الروحية ومنسوب البركة في حياتك بيقل 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 لحد ما تضعف وتصير كباقي الناس والناس ما تعرفش تفرق للأسف إن كنت أو كنت أخ مؤمن مختبر أو لا المقياس هو كلمة الله هي دي المقياس بتعدي عليها كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل شهر ولا كل ما تتزنق بتعمل ايه مع كلمة الله ايه دورها في حياتك ايه دورها في حياتك لكن في حاجة جميلة قوي قوي عايزة أقراها وبعدها حنتلع فاصل وبعدين نكمل بيقول كده لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقي طرقكم يقول الرب لأنه كما علت السماوات عن الأرض علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي وطرقي عن طرقكم عايزة أراها مرة تانية فأشعية 55 وعدد 8 بيقول لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي يقول الرب لأنه كما علت السماوات عن الأرض علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم الله له أفكار تبعد عننا كما تبعد السماوات عن الأرض لكن قبل ما نتطرق للنقطة دي هنتلع فاصل نسمع فيه ترنيمة حلوة ونعود إليكم مرة أخرى ربما كانت قناة الكرما سبباً في تشكيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة تأمل عزة اختبار أو صلاة كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعطيضك اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info at karmatv.com كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740 أطلب 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 كيفية أمز وكهك ده شفاية أطلب وكهك ده كيفية أمز وكهك ده شفاية مش مستني يا ربي منك إلا سيئك ويايا مش مستني يا ربي يا ربي منك إلا سيئك ويايا أطلب وكهك ده كيفية أمز وكهك ده شفاية أطلب وكهك ده كيفية أمز وكهك ده شفاية شفاية مش مستني يا ربي منك إلا سيئك ويايا مش مستني يا ربي منك إلا سيئك ويايا شفاية تحت ظلة نتواعد نمشي معا ولا نتباعد تحت ظلة نتواعد نمشي معا ولا نتباعد قلبي مريض بحبك ربي ما بيشبع منه كفاية قلبي مريض بحبك ربي ما بيشبع منه كفاية أطلب وكهك ده كفاية أمز وكهك ده شفاية أطلب وكهك ده كفاية أمز وكهك ده شفاية مش مستني يا ربي لنك إلا سيئك ويايا مش مستني يا ربي لنك إلا سيئك ويايا موسيقى كل ما فيا بيشتق ليك لي جلسة عندي قدمك كل ما فيا بيشتق ليك لي جلسة عندي قدمك أحكي لك بشوقي وإنت تحكي بروح قواية أحكي لك بشوقي وإنت تحكي بروح قواية أطلب وكهك ده كفاية أمز وكهك ده شفاية أطلب وكهك ده كفاية أمز وكهك ده شفاية مش مستني يا ربي منك إلا سيئك ويايا مش مستني يا ربي منك إلا سيئك ويايا موسيقى موسيقى قل يا فاخرة أغنقني إلا وقامة أعطتني قل يا فاخرة أغنقني شبعا أنا مش طالب إلا أنت دم تتاجي بهنايا شبعا أنا مش طالب إلا أنت دم تتاجي وهدايا أطلب وكهك ده كفاية أمز وكهك ده شفاية أطلب وكهك ده كفاية أمز وكهك ده شفاية مش مستني يا ربي منك إلا سيئك ويايا مش مستني يا ربي منك إلا سيئك ويايا موسيقى 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 حبي يا سعوى ضح معروف حب ملاني وطرد الخوف حبي يا سعوى واضح معروف حب ملاني وطرد الخوف حبك دوى حقيقي موصوف بلقى في كل حماية حبك دوى حقيقي موصوف بلقى في كل حماية أطلب وكهك ده كفاية أنظر وجهك ده شفاية أطلب وجهك ده كفاية أنظر وجهك ده شفاية مش مستني يا ربي منك إلا سيرك ويايا مش مستني يا ربي منك إلا سيرك ويايا أطلب وجهك ده كفاية أنظر وجهك ده شفاية أطلب وجهك ده كفاية مش مستني يا ربي منك إلا سيرك ويايا 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 ولآخرين اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info at karmatv.com كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740 أهلا بكم عزائنا المشاهدين بعد الفاصل المرتين عشان نكمل موضوع بتاعنا طلبته فما وجدته دعوته فما أجابني اتكلمنا عن شلوميس وسليمان واتكلمنا اطلب الرب لأنه يكثر الغفران اطلب الرب لأنه يريد أن يعطي راحة وشفاء للإنسان لكن الحاجة التالتة اطلب الرب لأن أفكاره لا يحدها زمان ولا مكان لا يحدها زمان ولا مكان ساعات بنبقى متوقعين أن الرب حيعمل الحاجة اللي احنا بنفكر فيها بس نقوله عليها ونفتح له سكة وهو هيماشي فيها كتير بنعمل كده وساعات كده نجيب له طلبات الصلاة بتاعتنا كده ونقول له تفضل يا رب امدي امدي حاضر اوكي اني يعني كده امدي واستجيب لنا وخلاص هو ده اللي احنا عايزينه لكن فعلا زين بيقول كتاب ما أبعد أفكاره عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء عارف المشكلة بتاعتك ساعات الإجابة تيجي بطريقة لا تخطر لك على بال وممكن تيجي من آخر العالم من آخر بقاع الأرض كما علت السماوات فوق الأرض علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم عارفين في مرة كان بيحكى ان فيه شاب مؤمن حلو بيحب الرب جدا وكان بيشتغل في منجم بتاع فحم ويواخد شنطة اللانش بتاعه والأكل بتاعه وبعدين طلع من الشغل من المنجم وقعدوا يأكلوا كل الموظفين اللي هناك وهو طلع الأكل بتاعه هو شخص مؤمن طقي بيخاف الله وليه علاقة رائعة بالرب وهو بيطلع اللانش بتاعه بيأكل فطلع زار رز وخضار ولحمة وأول ما حطها ففيه كلب بيلف حواليهم رح خطف حتة اللحمة وجري راجل تجنن بأقمى كله قاعد بيأكل شمعنا أنا يعني يخطف اللانش بتاعه وياخد حتة اللحمة ويجري رح حط ساب اللانش بتاعه وجري ورا الكلب قال حخليه سيبها جري ورا الكلب يجري والراجل يجري وراه عارفين بعد مسافة مش كتيرة كان حصل انفجار في المنجم وكل المنجم نزل وساوى للأرض وهذا الشاب المؤمن الله بعث له كلب عشان يخطف اللانش بتاعه ويخطف حتة اللحمة وخلاه يقوم كان ممكن يقول طب يلا خلاص مش حاكل اللحمة مش مهم سهولة كان ممكن يعمل كده لكن طلعت في دماغه نيجري ورا الكلب وهو يجري من هنا والمنجم كله انفجر وتكسر وبص من بعيد لقى الغبار والطراب والصوت قال له ياه يا رب ياه انت بعيتلي الكلب ده منقصوص مش عشان ياخد اللحمة عشان ينقذ حياتي ياه على أمنتك ياه على أمنتك عارفين يا حبايب احنا مفروض نشكر الرب على ما منع عننا أكثر مما منحه لنا اللي منعه عنك وعنك ما تقدرش تستحمله ما تقدرش تستحمله عارف الموضوع اللي انت عايزه ده لو كان تم بالأسلوب بتاعك ده كنت انت ممكن انتحرت دلوقتي لكن الله بيرتبه عشان يتم بأسلوب أفضل مما تتوقع لأنه إله أمين جدا لأنه عارف الظروف بكرة هيحصل فيها إيه لأنه عارف بعد خمس دقايق هيحصل إيه لأنه عارف النظام اللي جاي هيبقى إزاي هو فاهم اللي جاي أنا مش فاهم إلا أقل من متر حوالي بس أنا مش فاهمة أنا ما أدرش أخمن بعد خمس دقايق هيكون بيحصل أنا ما أدرش ما أدرش أتوقع بعد ساعة هيكون الدنيا ماشية زي ما أدرش لكن اللي أقدر أستشفه أني إلهي عظيم وهو ضمن سنين حياتي اللي فاتت هو ضمن حاضري وهو ضمن مستقبلي أيضا ده اللي أقدر أقوله وده اللي أقدر أقتنع بيه واللي أقدر أعيشه وعلى أساسه هقدر أشكره عليه إن اللي جاي ده بتاعك إن اللي جاي ده ملكك إن اللي جاي ده يا رب أنت مسؤول عنه عارفين داود في مرة مرات قال لي سليمان كده في أخبار الأيام الأول أصحاح 28 عدد 9 بيقوله وأنت يا سليمان ابني اعرف إله أبيك وعبده بقلب كامل ونفس راغبة لأن الرب يفحص جميع القلوب ويفهم كل تصورات الأفكار فإذا طلبته يوجد منك وإذا تركته يرفضك إلى الأبد والسلحات الأخيرة مرعبة 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 فإذا طلبته يوجد منك وإذا تركته يرفضك وإلى الأبد يرفضك إلى الأبد هو ده الرب يرفضك إلى الأبد الرب ما يسمحش الرب ما يسمحش الرب ما يسمحش لكن تعالوا وقوله أنا بترمي عليك أنا بحط نفسي بين إيديك أنا مش عايزة ترفض أنا مش عايزة أكون عار عليك أنا مسدك إن أفكارك تعلو عن أفكاري كعلو السماء عن الأرض مش حنقدر نتخيل الشمس تبعد كذا ميل عن الأرض والأمر يبعد كذا والنجوم والكواكب المجرات كلها ويقال إن في مجرات وكواكب مشية في الفضاء من بدء الخليقة لم تصل ولم تراها الأرض لم ترى بصيص من نورها الأرض لحد الوقت مسافرة ليها ألفين سنة فأنا عايزة أقول لك ما أبعد أفكاره عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء سدق إن هو لو اختار لك حاجة معينة اقتنع بيها لأن هي أفضل لك سدق إن هي أفضل لك أفضل لك من أي شيء تاني هي أفضل لأن إنت مش عارف بكرة ممكن يحصل معاك إيه ولو حصل معاك ظرف صعب اتأكد إن هو واقف معاك ومش هيسيبك وحيعبر بيك الظرف ده لحد ما ينتهي بسلام اتأكد من كده اتأكد إن هو أقرب لك من نفسك اتأكد إن هو شايف قلبك اللي بينزف اتأكد إن هو شايف الخيانة اللي حصلت لك كتير بنسمع عن خيانات كتيرة يدمي لها القلب خيانة أباء لأولادهم وخيانة أولاد لأباءهم وخيانة أزواج لزوجاتهم وزوجات لأزواجهم كل يوم بنسمع حاجات لكن أيها الأخ المؤمن تأكد من اليوم في المية إن أفكار الرب فوق خيالك وحيجيب لك الحل من حيث لا تدري من حيث لا تدري ومن أبعد المسافات لأن أفكاره علوها فوق طائت مخك ومخك مش هيستوعب اللي بيعمله الله معك فمرة من المرات شخص كان عمال يتأمل في ظروفه وفي اللي حاصل معاه وليه يا رب بتعمل معايا كده وليه بتسوي معايا كده وليه أنا بمر بالظروف دي وليه المشاكل دي حوالي وليه دي المالي ده وليه ولادي بيعملوا فيه وليه 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 وعمال يأنم في ربنا ويلوم ونام فهم هو نام حلم حلم الحلم حلم أنه هو قاعد على شاطي البحر وعمال يحفر حفرة عمال يحفر حفرة وبعدين بص لقى في ملاك جنبه عمال يحفر حفرة تاني عارفين الناس على الشواطي وعلى البلاجات دي تقعد تحفر حفرة وتملها مية وحاجات زي كده وبعدين لقى في ملاك قاعد جنبه كده هو ميز انه ملاك والملاك حفر حفرة صغيرة وقاعد يحول من مية النهر دي جوه الحفرة من مية البحر جوه الحفرة الحفرة بتشفط المية شوية بشوية وبعدين فرح هو بص للملاك كده وقال له انت بتعمل ايه قال له انا عايز انقل البحر ده الحفرة دي مش انت بتحفر قال له اه قال له انا بحفر قال له انت بتحفر لي قال له انا بتسلى قال له طب انت بتحفر لي قال له أنا عايز مية البحر حطها في الحفرة قال له إيه مية البحر البحر يعني كبير جدا جدا عايز تحطها في الحفرة صغير اللي انت حفرتها في نص ساعة قال له ما لنت زعلان ليه وعملت لهم ربنا وعايز أني أفكار الله غير المحدودة تتحط في دماغك المحدودة مش انت بتعمل كده قال له طب إزاي ما كأني أنا عايزان المية المحيط في الحفرة أو مية البحر في الحفرة كيف يكون هذا كيف نستوعب في أزهاننا فكرة الله الغير محدود كيف أفكاره تبعد عن أفكارنا كبعد السماوات عن الأرض بس صدق صدق ان انت ابنه وصدق انك غالي عليه وصدق انه بيعمل مصلحتك وصدق انه بيعملك الأفضل وبيعملك الأحسن صدق أنا عايزة أقول فعلا ان في ناس كتير جدا تتوقع ان ربنا لو مش هيعمل الحاجة اللي في ذهني فهو بيكرهني هو مش بيحبني وهو بيستقصدني وهو بيقدبني عشان مش معي اللي أنا عايزه لا أوعد جيب أفكار الله الغير محدودة الإله اللي مجده ملء كل الأرض أوعد جيبها في مخك المحدود مش هتقدر ومش هتعرف ولو عرفت هتتعب جدا تأكد من كده ما أبعد أفكاره عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء لكن فعموس خمسة ستة بيقول اطلب الرب فتحيه اطلب الرب حيديك حياة جديدة حيديك حياة نقية إن كنت خاطي حيديك حياة جديدة في المسيح إن كنت مؤمن حيديك حياة أنقى حيديك حياة فيها خدمة مسمرة أكتر حياة متبركة تقترب إليه يقترب إليك في متة سبعة في عدد سبعة وثمانية بيقول كده رب اسأله وطعته اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم اسألوني اسألوا وانا ديكم لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له انتوا اسألوني بس خلي بايكم من حاجة هجاوبكم بس مش بأسلوبكم وطريقتكم المحدودة لأن طريقتكم دي غيري أنا أنا بفكر بالطريقة الغير محدودة حسب فكري الإله العظيم مش هفكر بطريقة زهنك المحدود بس انت سألني واقرع الباب واطلبني وسق ان انا هديلك بس هديلك بحسب تفكيري الأفضل لك وحسب ما شئتي الصالحة لك لأن في حاجة لو أخذناها دلوقتي نندم العمر كله صدقوني كتير جدا جدا أنا عن نفسي بقول أمام الله كتير أقول له أشكرك لأني صلاة كتيرة طلبت فيها حاجات أنت ما استجبتهاش أشكرك يا رب لو كنت استجبتها كانت بقت مشكلة كبيرة ما استحملهاش أنا ما استحملهاش لو كان استجاب طلبتك وانت غطبان لو كان استجاب طلبتك وانت أقولك ساعات الأمة ما سنتدي على ابنها بشوف أمهات كده يدعو على ابنهم إيه رأيك لو ربنا استجاب الطلبة دي إيه رأيك أو يدعو على ابنته إيه رأيك لا بيسكت تسهم ويقول بيطلب بعدم حكمة بيطلب وهو مش فاهم بيطلبه مخه دي بيطلبه كل تفكيره مش صح أشكر رب على اللي عطهولك وأشكر رب على اللي منعه عنك لأني صدقني اللي منعه عنك ما تستحملوش اللي منعه عنك مفروض تشكره عليه طول رحلة حياتك أكتر ما تشكر على اللي بيدهولك اللي بيدهولك تقدر عليه لكن اللي منعه عنك مخك مش هيستحمله هو مش بياخد على كل صلاطنا لكن بيفلترها وينقيها يشوف إيه المناسب ليا وإمتى يدهوني وهي الدهوني بس هيدهوني بعظة من غير عادية وبنعمة غير محدودة أحب أنا عايزة أقولك نفسي ما ينطبخش علينا القول طلبته فما وجدته دعوته فما أجابني أوعى تأسي قلبك معاه أوعى تفتكر إن هو بعيد عنك سقن أفكاره أعظم من أفكارك حب أنا سعدة جدا بالوجود معيكم في الفترة اللي فاتت بنصلي إن الرب يبارك كل كلمة ويستسمر كل فكر إحنا قدمناه لمجد الله ولبنيان نفوسنا لحياة روحية أفضل وإلى اللقاء في الحلقة القادمة والرب معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة